بعد 56 عاماً مما قاموا به تكاد شوارع المدينة التي شهدت الثورة أن تخلوا من ذكراهم وباستثناء شارعين يحملان أسماء الثوار فإن من أشعل الرابع عشر من أكتوبر أصبحوا مجهولين لا تشير المدينة نحوهم وتخلوا المدارس من ذكرى ما قاموا به منذ الرابع عشر من أكتوبر عام 1963 وعداً تحاول التمسك بالمبادئ التي حملها الثوار من قمم الجبال رتفان لكنها محاولات لا تنجح وكل زمن يحمل مأساته وشهداءه والذين كان بينهم كثير من من أشعل ذلك اليوم التاريخي ولم يقتلوا ببنادق المستعمر بل بأياد الرفاق لنتصدر المشهد اليوم في عدن من أنكروا تماماً مبادئ الثورة التي وحدت دماء اليمنيين ووجدوا أنفسهم يقاتلون في جبهة واحدة ويتصدون لرصاص المحتل معاً من يبسطون نفوذهم على المدينة يحملون تناقضاً واضحاً تجاه أكتوبر وكل ما دعا إليه ففي الوقت الذي تصدرت فيه الوحدة أهداف الثورة تسعى اليوم قوى مختلفة إلى الإطاحة بذلك الهدف ومن وقف خلفه حينها وقد شهدت عدن معارك عدة كانت ضد كل ما أعلن يوم الرابع عشر من أكتوبر ولم يبق من ذلك اليوم غير مناسبة يجلس فيها من لم يساهموا بتنفيذ الأهداف لإلقاء كلماتهم